بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة استخدام الدالة اللغارتمية لحساب التكاملات أو في حساب التكامل درسنا سابقا أن مشتق الدالة اللغارتمية مشتق الدالة اللغارتمية x هي حسب القاعدة مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم ومشتق اللغارتم الجي اكس أيضا حسب القاعدة هي تقول مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم الآن لو طبقنا النظرية التي كانت تقول على الشكل التالي إذا عندي مشتق وأتى بعده تكامل بدي اكس إنه تكامل مشتق فإن التكامل يأكل مشتق فنحصل على F صغير اكس زائد ثابت التكامل لو طبقنا هذه النظرية على طرفين هذه علاقة إذا كانت طرفين فإن هنا التكامل يأكل مشتق يبقى معي العلاقة الأولى إنه تكامل dx على X يساوي إلى لغارتم من X زائد ثابت هذا أولا ثانيا لو جينا كانت طرفين هنا أيضا لحصلنا على التكامل يأكل مشتق فحصلنا على العلاقة الثانية إنه تكامل مشتق ج على ج بدي اكس ما هو إلا لغارتل من القيمة المطلقة لج زائد سابت التكامل طبعا هذه العلاقة تضاف إلى جدول التكاملات الشهيرة إذن هذا تكامل شهير يضاف إلى جدول التكاملات كان عندي ثمانية تكاملات شهيرة الآن أصبحوا تسعة وهذه تضاف إلى الطرق إلى طرق التكامل كان عندي ثلاث طرق نتذكرها الطريقة الأولى كانت الخواص وهي جمع وطرح وإخراج سابت الطريقة الثانية تغيير الأسماء إذا كانت مفيدة الطريقة الثالثة تغيير الأسماء إذا كان عندي دالة بقلب دالة الطريقة الثالثة إعادة كتابة الكتابة للدالة المستكملة إذا كانت هذه مفيدة الطريقة الرابعة اللي أخدناها هون إذا كان البسط هو مشتق مشتق المقام إذن هذه هي الطريقة الرابعة إذا كان البسط هو مشتق المقام فإنني أضع للجواب هو لغارتم المقام وأحصل على هذا الشيء الآن نأخذ مثال أمثلة على هذه العلاقة أوجد قيمة أو إحسب قيمة التكامل الثالثة تكامل X على 3X تربيع زائد لو نظرنا إلى هنا إلى هذا التمرين لو وجدنا أنه أول طريقة طريقة الخواص غير ممكنة لأنه العملية قسمية الطريقة الثانية إعادة كتابة الدالة المستكملة لا يوجد أي إعادة كتابة الطريقة الثالثة تغيير الأسماء لا توجد دالة بألب دالة إذا ما عندي غير أن أحاول في أن أكون البسط هو مشتق المقام لو أخذنا المقام واشتققناه لو وجدنا أنه مشتق المقام هو 6X وبالتالي عندي في البسط X تحتاج إلى 6 يمكن أن نحل مشكلة السابق بأنه تضرب وتقسم على 6 فلو جينا إلى هنا لو ضربنا ب6 وقسمنا على 6 أصبح البسط هو مشتق المقام أصبحت من الشكل G شرط X على GX طبعا أخذناها في الصفحة اللي قبلة إذا كان عندك G شرطة على GX بي دي X فإن الجواب هو لغارتمل G زائد السابق إذن لغارتمل المقام زائد السابق وبالتالي نحصل لنا للحل لو جينا إلى المثال الثالث تكامل هات طبعا التكامل المحدد طرقه هي نفسها طرق التكامل غير المحدد كما وجدنا فلحساب هذا التكامل نبحث في الطرق عندي سلاة أربعة طرق طريقة الأولى الخواص العملي قسمي لغير ممكنة تغيير الأسماء لا توجد دالة في ألب دالة إعادة الكتابة لا يوجد شيء أن أعيد كتابته إذا ما في أمامي غير أن أفكر في البسط مشتق المقام لو أخذنا المقام واشتققناه لو وجدنا أنه مشتق المقام هو سالب 2 فنضرب بسالب 2 البسط ونقسم على سالب 2 فنحصل على البسط مشتق المقام إذا نطبق العلاقة وبالتالي هذا جوابه هو لغيرت من المقام ونضع من 2 إلى 4 نعوض أولا بالأربعة لو عوضنا بأربعة كل إكس بأربعة 2 في أربعة ثمانية 9 راح ثمانية هو عبارة عن 1 إذا فنحصل على لغيرت من الواحد أولا نعوض بل 2 2 في 2 أربعة 9 راح أربعة خمسة إذا فالحد الثاني سيكون لغيرت من الخمسة وبيناتهم إشارة سالب لكن من المعلوم أن لغيرت من الواحد هو عبارة عن العدد صفر فبقى معي صفر سالب لغيرت من الخمسة الجواب سيكون سالب لغيرت من الخمسة سالب لغيرت من الخمسة مضروب بسالب نص إذن هي عبارة عن نصف لغيرت من الخمسة نأتي إلى هنا أوجد جزر لغيرت من إكس على إكس لو لاحظنا هنا نرى أنه عندي دالتين الجزر هي دالة واللغيرت من هي دالة إذن الطريقة هي طريقة تغيير الأسماء فأفترض أن اللغارتم X هي U عند إذن الـDU سيكون مشتق اللغارتم هي مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم مضروبا بـDX لو جينا إلى هنا وعوضنا فنحصل على جزر الـU وDX على X هي DU وهذا ما هو إلا تكامل Ux.5 بـDU وهذا ما هو إلا Ux.1.5 تأسيم 1.5 يعني منضرب بمقلوب الـ1.5 يعني هي 2 على 3 زائد ثابت طبعا نحن اتعلمنا أنه في طريق التغيير الأسماء عندما ننتهي نعيد الأسماء القديمة إلى حالتها إذن وبتاري هذا 2 على 3 لغارتم X 3 على 2 زائد ثابت التكامل وهذا ما وجدناه هنا. الآن هذه استخدام الدال للغارتمية الطبيعية في حساب التكامل الآن ندرس الدال للأسية كيفية استخدامها في اللغارتم قبل ما نبدأ بالدراسة لنتذكر معا المعلومات التالية أولا وجدنا سابقا عند دراسة الدال للأسية أن مشتق الدال للأسية أما إذا كانت فإنني أرى أن اشتقاقها يتم على السلسلة نشتق الخارجية مشتق هي نفسها دون أن نهتم بالداخلية ثم نضرب بمشتقة الداخلية إذن ماذا معرفت هاتين الاشتقاقاتين فيمكن أن أحصل على التكامل لو كاملت طرفي هذه العلاقة طبعا هنا التكامل بيأكل المشتق نحصل على تكامل إي أس إكس بي دي أكس ما هو إلا إي أس إكس زائد سابقات تكامل أيضا هنا لو كاملنا الطرفين فإن تكامل إي أس جي بي جي شرطة ما هو إلا جوابه سيكون إي أس جي الطريقة الثانية هذا يضاف إلى ورقة التكاملات الشهيرة إذن هذا شهير وهذا يمكن أن يضاف إلى الطرق ويمكن أن لا تضيفه فعلى سبيل المثال لو جينا إلى هذا التمرين ونحسب قيمة التكامل التالي من الواضح هنا أنه الإي هي دالة والثلاثة على إكس هي دالة أخرى وبالتالي هذه هنا دالة تحوي في قلبة دالة أخرى وبالتالي نستخدم طريقة تغيير الأسماء فإذا غيرت الأسماء إذا فرضت أن اليو هي ثلاثة على إكس عند إذن فإن الديو هي عبارة عن مشتقل ثلاثة على إكس هي سالب ثلاثة على إكس تربيع بدي إكس لو خلصت متى سالب ثلاثة لو قسمت الطرفين على سالب ثلاثة فنحصل على سالب تلت دي يو يساوي إلى 1 على إكس تربيع بديل إكس الآن لو جينا للتكامل هذا وعوضنا بدل الثلاثة على إكس تبلد Dj على إكس تربيع تبلد سالب تلت دي يو الآن أصبح هذا شهير ESU بد دي يو ESU بد دي يو هو تكامله ESU إذن هذا سالب تلت ESU زائد سابق التكامل نعيد اليو إلى سيرتها الأولى اليو هي تلاتة على إكس إذن معناه هذا سالب ثلاث E أس ثلاثة على X زائد ثابت التكامل وهذا ما وجدناه هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته